أهلا كل ماند سمبل فاسيل رابيد ومع ذلك مويلة أو كيك مويلة هذه الوصفة تجربوها لا تنموش وصفة كيكة التفاح بمربع المشمش تحتاج إلى 4 بيضات ضيفو علبة يوغغ طبيعي أو منكه بالمشماش كما نايا استعملتو هذه العلبة تعمية ستجربوها أتضغران التفاح لتجربوها لتجربوها الوصفة يحتاج إلى كأسين علبة سكر سوف نتضيف لنسيح بشكل جيد قعدة 4 أوف أجربة 1 أوفرحة بشكل كذلك هذه العلبة تحضير المشمش المقربين على زاددي أساني تحتاجون على المقربين على سبيل المقربين يجعلون مقربين على سبيل المر Lizard التناصب الاتحية يعجوني بسطورة ورون مقربين على السبيل المقربين على سبيل المروضة جمع لا يهزتين الملكون لنضيفون ملعباً في الهين نضيفون هنا عبوا مملوعة بالزيد نضيفون الزيد تدريجياً ونضيفون بخلاط اليدوي نضيفون الزيد ونضيفون ملعباً ونضيفون ثم نضيفون الهين ونضيفون ثم يضيفون 2 أبعه من 1.5 فن نضيف بصدق بل منطقة حبيبات في هذا الشكل نضيف بصدق من البحر نضيف بصدق الومير من 10 غ نضيف بصدق من الملعبات نضيف بصدق البحر يمكننا التعليق على البرس لتحصل على سائل ونضيف نصف كمية طاحين التي لا تضيفها ونضيفها على الأفن 1.5 مزورة فارين ونجد لها 2.5 مزورة نحتاج إلى هذا الوصفة أربع بات تفاح التي نضيفها وضيفها عصير الليمون لا تنسى أن تكون قطع شرائح تفاح للتزين ونضيفها لتفاحة صعرة well ونضيفها لتفاحة ونضيفها من 4 مزورة ونضيفها لتفاحة للتزين اضيفها لتضيف لا تقومين المعذر فور العلاج من جميع المزورة لتدفع لتنابق بسناعة إذا لتضيفها صعبة سواء صعبة تحذر جميع تخيلت من 5 مزورة ونضيفها فارين الليمون رائع ونضيفها ومضيفها نضع في 25 إلى 35 سنتيمتر اللي حطيت له الزبدة والفارينة باش ما يلسق الناش ثم نزيين بشرائح التفاح اللي خليناها على جنب وما ننسى وش نضيفه سكر بودرة سكر كريستاليزي او دسوه باش يجينا هذك الكوتي اللي قرمش من فوق نضيفه في الخور على 180 gradi في رقم استرجعت 40 دقق نضيفه في الحدث في مستوى 80 دقق نضيفه في الحدث من نوات لعتمق المطع في حدث في الموهر وكما يصبق ذلك الإيقاف على الإيقافية وكما يبني قسمًا المشابه ويجد عندما تستطيع الأطفال وضيفه معه بغارة مع بالخبور الأطفال لتلك يعيش به به بديجوناً ودقنا بغارة جبه ايذك اللي خليناً لا تخسر في جنام التفاح في تطالع الأطفال لا تنسوا بأنه يعطي له طعم لذيذ جدا هذا الخليط بين النواة كوكو و مربى المشماش و هنا ينقبع معاكم قطعة باش نوري لكم كيف شجا إسفنجي طريق خفيف و مشرب بالمعجون جربوا الوصفاء لا تندموش